طيب عبدالقادر إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن مسؤولين اليوم بأن حزب الله يحتفظ بقدرات مهمة عسكرية تتعلق كذلك بالصواريخ الدقيقة وصواريخ بعيدة المدى كيف يناقش هذا في الاجتماعات وجلسات الكابينت؟ كيف يناقش أمنياً وبخصوص تحاسب من وصول هذه الصواريخ إلى أبعد مدى في إسرائيل؟ هذا صحيح من الواضح أن هناك مخاوف من ترسانة حزب الله على الرغم من أن الحديث الإسرائيلي منذ يوم أمس هو حديث فيه نوع من النشوة يتحدث عن القضاء على بعض قدرات حزب الله ولكن التقديرات الإسرائيلية للمحللين وأيضاً تقديرات حتى وزير الأمن يو آف جالنت الذي كان قد أشار صراحة إلى وجود مخاوف تتعلق بالهجمات على لبنان بالفرص المواتية للهجوم على لبنان هي تشير بوضوح إلى أن حزب الله حتى اللحظة لم يستخدم كل ما في ترسانته العسكرية نتحدث عن صواريخ ذات رؤوس تفجيرية كبيرة تخشى إسرائيل أن تستهدف المدن الإسرائيلية بصورة مباشرة وأيضاً عن صواريخ قد تكون أكثر دقة من الصواريخ المستعملة إذا ما وجهت إلى مناطق عسكرية يمكن أن تحدث ضرراً أكبر حتى اللحظة حزب الله يركز في بياناته على أنه يستعمل صواريخ محددة لم يشر إلى استعمال أي من الصواريخ الاستراتيجية الصواريخ ذات الرؤوس التفجيرية الضخمة التي يمكن أن تسبب أضراراً كثيرة لمواقع مختلفة ويركز أيضاً على أن كل الأهداف المستهدفة هي أهداف عسكرية بمعنى أنها لم توجه حتى اللحظة إلى المدن الإسرائيلية إلى مناطق مأهولة بالسكان إنما إلى مناطق محاذية لمواقع مأهولة بالسكان تقع فيها عادة قواعد عسكرية مختلفة تتبع لجيش الاحتلال وبالتالي هذه الساعات أو الساعات القادمة من خلال التعليمات الصادرة تحديداً من الجيش الإسرائيلي والتي تتحدث عن إمكانية فرض حالة طوارئ عامة هناك قرار اتخذ وتمت الموافق عليه من قبل الحكومة يتيح إلى جيش الاحتلال الإعلان عن حالة الطوارئ في أي منطقة وعن تغيير التعليمات في تلك المنطقة في أي لحظة من اللحظات هذا يشير إلى أن التقديرات الإسرائيلية هي أن حزب الله قد يستعمل أسلحة مختلفة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي واستمرار الغارات الإسرائيلية وعدم نجاح أي جهود حتى اللحظة في احتواء الوضع القادم فبالتالي إسرائيل تتوقع أن الصواريخ التي استعملت ما هي إلا بداية ربما لعمليات تصعيدية أيضاً قد تكون من طرف حزب الله سونيا